قبل مباراة منتخب المغرب ومنتخب أسبانيا نسمع خبر صادم بعد موضوع التذاكر والمشاكل الموجودة في موضوع التذاكر وعدم قدرة المنتخب المغربي أو جمهور المنتخب المغربي عن اقتناء التذاكر والدخول إلى الملعب لتشجيع المنتخب المغربي في مباراته الهامة جدا في دور الستاشر في بشكلة تانية ظهرت في الأجواء وهي إصابة سفيان مرابط نجم خط الوسط ومن أحسن اللاعبين المتواجدين في منتخب المغرب في هذه النسخة من المنديال أصداء وكلام كثير جدا جدا يقول أن هناك شكوك حول مشاركة سفيان مرابط في مباراة أسبانيا هنتكلم عن التفاصيل وهنتمنكم بإذن الله عن سفيان مرابط لكن في بداية الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو متابعة الفيديو للنهاية سفيان مرابط على زمة أشرف بن عياد الصحفي المعروف عاجل يقول سفيان مرابط يعاني من بعض الانزعاجات على مستوى الظهر لكنه سيفعل المستحيل من أجل المشاركة اليوم تواجد في المستشفى من أجل إجراء الفحوصات أشرف بن عياد الصحفي المعروف كتب على تويتر على صفحته الشخصية أن سفيان مرابط لاعب وسط منتخب المغرب يعاني من بعض الانزعاجات على مستوى الظهر لكنه سيفعل المستحيل من أجل المشاركة اليوم تواجد في المستشفى من أجل إجراء الفحوصات طبعا احنا النهاردة شفنا الصور والفيديوهات اللي جاية من التدريب او من التدريب النهائي لمنتخب المغرب قبل المباراة او التمرين الاساسي التدريب الاساسي كان متواجد فيه سفيان مرابط بشكل طبيعي جدا وبالتالي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الظهر وذهب الى المستشفى لاجراء الفحصات من الواضح انها انزعاجات ان شاء الله يعني ما توصلش لدرجة غيابه عن مباراة اسبانيا اطمئنكم جميعا ان سفيان مرابط سيكون متواجد في مباراة اسبانيا هي مباراة حياة او موت سيتحامل اللاعب على نفسه باذن الله وسيتحمل هذه الانزعاجات على مستوى الظهر ليمثل منتخب وطنه المنتخب المغربي في هذه المباراة المهمة سفيان مرابط يعتبر من اهم اللاعبين في منتخب المغرب وعامل اساسي كبير من يعني في يساهم في او ساهم في تأهل المنتخب المغربي الى الدور التاني فهو يمتلك ضقة كبيرة في التمريرات وايضا يمتلك قوة بدنية والتزام في وسط الملعب تكلمت الصحف العالمية عن سفيان مرابط بعد دوري المجموعات وصفته صحيفة لاجازت ديالو سبورتا الايطالية بالحاق كما قالت صحيفة ليكيب الفرنسية انه يمتلك ثلاث رئات كما اشاد به مدربه وليد الرقراقي وطبعا شفناه في مباراة بلجيكا والدور الكبير اللي عملوا امام وسط متخب بلجيكا بقيادة هازارت وديبريون ايضا في مباراة كرواتيا امام لوكا مودريتش وكوزافيتش وبروزوفيتش وايضا امام كندا وهو كان متمسك وكان يضغط على اللاعب الفونزو ديفيز لاعب باير ميونيخ وينتظر سفيان مرابط ومنتخب المغرب ووسط ملعبه مهمة قوية جدا امام وسط ملعب منتخب اسبانيا التي يتكون من السلاسي لاعبي برشلونة خافي وبدري وبوسكتس وبالتالي مهم جدا سفيان مرابط يكون موجود في هذه المباراة ويكون بكامل يقطو بكامل مستوى اذا خبر على زمة اشرف بن عياد سفيان مرابط اشتكى من بعض الانزعاجات على مستوى الزهر ذهب الى المستشفى واجرى بعض الفحوصات ولكنه يؤكد ان سفيان مرابط سيتحامل على نفسه ويشارك في مباراة اسبانيا ان شاء الله كل الشفاء العاجل لسفيان مرابط ويكون اول الموجودين في الملعب بكرة ويشرفنا باذن الله بقينا خلاص الصباح اليوم باذن الله ماتش المغرب واسبانيا انا اتمنى كل التوفيق لمنتخب المغرب وصود الاطلس امام المتادور الاسباني اتمنى اعمل لايك لفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته